ينضب علينا من بيروت أسيد مصطفى فحص المحلل والسياسي أسيد مصطفى أولا ما هي الدلالات الخروج بهذه نوعية من التصريحات الآن في ذلك التوقيت مساء الخير كلام الدكتور النفيسي هو يوضع في هذه المرحلة في سياقات الفتنة المركبة وهو يريد إسقاطها على المرحلة الخالية أن هناك نزاع مذهبي في المنطقة هو ليس استثناء بل أنه مركب على قاعدة سابقة والدلالة على هذا هو خلاف ما اعتبره أو ما يروج له أن السيد المغيب الإمام موسى الصدر وهو الرجل الدين الشيعي بالعمام السوداء كان ينتقد أو هو خصماً للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في تلك المرحلة أن ياسر عرفات وهو الذي كان جزءاً من حركة التحرر العالمي باعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية ونضال حركة فتح والبعد العميق هو بأن الفلسطينيين وهم سنة أن هناك رجل الدين الشيعي كان يعترض على القضية الفلسطينية وعلى رمزها وهذا يريد أن يسقطه الآن على ما جرى في سوريا ما جرى في العراق وما يجري في المنطقة أن هذه هي السياقات الطبيعية لأصحاب العمائم السوداء وهذه كارثة وفتنة وتحريض يبدو أن النفيسي التقط كلام نحن نعلم مثلاً أن الإمام الصدر كان يعترض على الفوضى في جنوب لبنان ونحن من كنا نتبع حركة فتح ولم نزل حتى الآن في تنظيم فتح كنا نوافق على كان أهلنا يوافقوا على هذا الكلام والإمام الصدر مثلاً كان يعترض على إطلاق الصواريخ الكاتيوشا التي ليس لها بعد استراتيجي أو تكتيكي حتى من بين المناطق السكنية وكان يريد في هناك جبهات وكان هو شريكاً في هذه الجبهات ولم يكن بينه وبين ياسر عرفات أي خلاف بالعكس نموذج الإمام الصدر هو بحاجة إلى التعوين في هذه المرحلة كما أن قيادة القضية الفلسطينية بالشخص مثل ياسر عرفات يحررها من انتماءاتها المذهبية وانتماءاتها الطائفية وهو يحصرها كما يريد النفيسي أن تكون ذات لحية بينما أبو عمار أعطى القضية الفلسطينية بعداً عالمياً والإمام الصدر عندما أهل الجنوب شيعة والفلسطينيون سنة لم يشعر أحد بهذا الخلاف طول فترة وجود الفلسطينيين كان هناك تجاوزات لأن هناك فوضى وفوضى سلاح دعني فقط أوضح يا سيد مصطفى أن الكاتب الكويت عبد الله النفيسي وهو نائب برلماني السابق وأيضاً دكتور جامعي ليست هي المرة الأولى التي ينبش فيها في القبور أو ينتقد بعض رموز العربية هو انتقد عبد الناصر الرئيس المصري الراحل وأيضاً انتقد زعامات الغناء في الوطن العربي أم كلثوم لماذا يصر على هذه النوعية من الانتقادات وبالإشارة إلى كونه كاتب من الكويت كيف تعاملت لبنان مع هذه نوعية من التصريحات وضجت التصريحات يا سيد مصطفى أنا سمع جزء من السؤال طبيعة عبد الله النفيسي في هذه الفترة هو جزء من ما يحدث في المنطقة نتيجة لانتماءاته والهي واضحة هو أزمة معه من مع كل شيء عابر للطائفة وعابر للحدود المذهبية لذلك اللبنانيين الذين يريدون طي صفحة الماضي والأخطاء التي جرت مع الفلسطينيين وحتى رئيس السلطة الفلسطينية اعتذر من اللبنانيين في رسالة شهيرة عن ما جرى في لبنان وهو يقول نحن كنا جزءاً من هذه المسألة ولكن ما يروج إليه عبد الله النفيسي هو فتنة تمتد في عدة مناطق في العالم العربي هو فكرة أن هناك نعم صراع مع إيران ولكن هذا الصراع ليس صراعاً سنياً شيعياً عقل مثل عبد الله النفيسي يريد أن يطوف الصراع ليعطيه بعداً آخر ليسيسه في مكان لا يفيد لا الإيرانيين المعتدلين ولا العرب المعتدلين لأننا في واقع جغرافي نحن جيران نريد تغيير طبيعة الأنظمة والمجتمعات جاهزة لتكون متشاركة ولكن عندما تغذي الهوية المذهبية في الجماعات المختلفة تذهب إلى فتنة يبدو أن هناك طرفاً سياسياً في المنطقة لا يعيش لا يستطيع أن يكون له مكان في الخارطة السياسية إلا من خلال التغذية المذهبية لذلك دعني أكون واضحاً أن الإسلام السياسي الشيعي يخدم صالحه مع الإسلام السياسي السني إن كانوا متقابلان في الشكل ولكنهم في الجوهر يبحثان عن منطق لوجودهما في السياسة هو عبر الفتنة شكراً جزيلاً ضيفنا من بيروت سيد مصطفى فحص المحلل السياسي شكراً جزيلاً سيد مصطفى على كل ما تفضلت به شكراً جزيلاً سيد مصطفى على كل ما تفضلت به